فيديو هذية على الناس اللي مش عديوا بتاحنا البي ام بي لكن عديوا المسيرة المهنية متاحة من الكل في اوبرايشنل وورك هنا سمعتها برشا يقول لك انا راني لعمري خدمت على بروجيكت في حياتي هو مش صحيح هو نظريا مش صحيح من هذا النظريا مش صحيح لانه احنا نعرف انه دائما دائما تم هذك بشينج في خدمتنا مثلا بدلنا براسيسز عملنا تكنيك جديد متخدمة هكا طلعناها بنيناها حلينا فرع كونا فريق جديد لازم اكيد خدمنا على حاجة حسننا من حاجة لازم مثلا ماشوش كون يا قد من اللي يبدأ لي نوفى مسيرته نفس الروتين نفس الخدمة نفس النوع حتى البروجيكت مش بلابد يكونوا من شغلك يقدر يكونوا حتى من حياتك الخاصة لكن هذا من الناس اللي مش مش مشلقين ولا مش مكتشفين انهم عندهم بروجيكت وعاشوا بالنسبة لي لما حياتهم كاملة في الوبرايشنل وورك يقول لك البي ام بي جيتني صعيبة ماذا قلنا احنا لو نرجو بكم للبرزنتيشن المتاعنا اللي انقرروا بها شو نقوله احنا من اللول من اللول من اللي نبدأ نقولولك راهو يلزمك تعيش البي اماي مينزيت باي حاجة مهمة جدا ويلزمك تعمل الريتروسبيكتف متاعك لما تعيش البي اماي مينزيت وتعمل الريتروسبيكتف متاعك كي مفسرنا في الفيديوهات الماضية انتي لهنا اوتوماتيكلي بالبي ام بي كورس ماشي تتذكر انتي قل اه والله هيك المرة وقتلنا بدلنا هذك التول وقعدنا فيه شهرين ولا وقتلنا طبنا هيك الماكينة باش هتجينا من بره وقعدنا ثلاثة شهور نتبقوا فيها وعملنا ومشي هذا كلها اوكين بروجيكتش بينا ما سميناها شي بروجيكت هذي الخطوة الاولى انك ثم حاجات تعديت بيهم قل اوكي هذو كبروجيكت ثاني حاجة هذوك تشينجز اللي انتي تعديت بيهم لو انتي تتفكر في ذلك كيفاش تقدر تطبق عليهم لبروجيكت مانجمنت بالريتروسبيكتف ووقتها بشوية بشوية يولي يجيك سهل اذاك عليش احنا دائما بعد كل حصة مقريبة في البي ام بي نأكدوا ونعودوا ونركزوا على انه راه يلزمك تعمل ريتروسبيكتف متاعك شقينا نيوم قلينا ريسك مانجمنت اعمل ريتروسبيكتف على خدمتك لان احنا اول حصة بتبعتنا اول حصة بتبعتنا لما نقريها نقريل الانترودكشن لبروجيكت مانجمنت وفي الانترودكشن لبروجيكت مانجمنت نقريل ما هو الفرق بينه وفرق بينه وبين البي ام بي بعد الحصة بتقولو اعمل ريتروسبيكتف متاعك انتي احكيكة بعد الحصة هذيك يزمك في مخك اذا كان عندك 23 خبرة اكهو يزمك تخرج مني منب 3 أحد اذا عندك 65 خبرة يزمك تخرج 5 براject وهكذا كل عام خبرة عليه بروجيكت الحق ويكون متأكد انه ما تمش عام خبرة ما تعديتوش في بروجيكت واني قلتلك بالبروجيكت مش بلابد بنينة بنية او اصنعنا بروجيكت جديد راو يقدر يكون تغيير حاجة بدلنا حاجة حسنا في حاجة نظمنا حاجة في الخدمة عملنا تحوير هذا كل بروجيكت لانه البيبول اللي قعدوا في ذهنهم في الـ Operational Work وما حابوش يخرجوا من الـ Operational Work ثم مش كون فيه مقارة والـ PMP exam جاه صعيب راو مش برشاة مش برشاة نحكي ولا 20% يمكن من البيبول اللي خادمين برشاة Operational Work 20% منهم يقول لك جاني الـ PMP صعيب وما بالضبط على خاطر في الـ PMI Mindset في الـ Mindset متاحها PMI تقول لك انتي جاي طالب PMP Project Management Professional يعني إنسان موجود في الـ Projects فهمتها؟ يزمك تفهمني شوية Planning على Managing Stakeholders على Initiating Projects على كيفاش الـ Projects يفيد ولا يساهم في الـ Strategy والـ Objectives متاع الشركة على كيفاش انتي تقود فريق على كيفاش تمارس الـ Leadership كيفاش تعمل الـ Procurement كيفاش تحل وضعيات متاع Conflict كذا هي رأي سهلة الـ PMP ولذيذة أما فقط حبينا نبهوا النقطة هذه كيفاش تخرج من جلباب الـ Operational Work باش تلبس جلباب الـ Project Management بما أنك انتي جاي طالب شهدت الـ PMP وبالحق مايش صعيب الـ PMP هذيك علاش؟ احنا بعد كل حصة قبل هك نبعثوهم في الـ E-mail التلخيص بتاع الحصة والـ Tips and Tricks بتاع الحصة وكذا بخلافهم تقولوا لهم في وسط الحصة أنه بحثوهم E-mail بعد الحصة وقولهم Do your Retrospective وفي كل حصة نأكدوا عليها شفتوا شاقية اليوم هاي استرجعتوا شو ما الـ Projects تعديت بيهم وكيفاش يقنية اليوم هك تقدر تبقوا على الـ Projects الماضيين متاعك ولا كيفاش تقدر تبقوا تقدر تبقوا على الـ Projects الحاليين متاعك هذي الطريقة لمدة التدريب اللي هي شهر أو نصف شهر أو شهرين على حسب شو الـ Program اللي يختاره كل واحد هذي هي الطريقة اللي تخلي كل واحد قادر أنه كل واحد من مشاركين متاعنا معنا قادر أنه ينجح في الـ P&P exam بسهولة لأنه P&P exam ما ينسيت ريت بالحق ما ينسيت وقد ما تعمل Retrospective قد بتعود روحك على المعين قد ما يجيك الامتحان سهل لأنه P&P بنية الامتحان امتحة على سيناريوز حقيقية وهي ربي إن شاء الله يسهل الناس الكل ويادك مصحة